يعني متحزبه كمباراة انا اقول في اقل مجهود فازو الفليب يعني ايو حتى قضية نيمار واصابة نيمار يعني يمكن حتى اذا يهيئ للمباراة المقبل احتمال انه ما يحتاجون المباراة القادمة في رقم 2 ما يحتاجون ولهذا هو شي يحتاج يحتاج فترة ريهاب ليش يعني استشفاء ممكن ان يرجع بالادوار الاقصائية لانه وجوده ضروري جداً لانه نيمار كلاعب كرة قدم هو اللاعب الهداف وهو اللاعب الصانع له ايام زمان يقولون هذا اللاعب المراهب يعني من 2014 مو هذا اللي نعتمد عليه انا اقول هذا اللاعب نفج مع مرور الزمن اليوم هو واحد من اعمل الفريق والفريق يحتاج